بكل معاني الفخر والاعتزاز يحتفل الأردنيون هذه الأيام بميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني الستين حيث يواصلوا أبناء وبنات الوطن مسيرة البناء والتقدم على خطى جلالته عاقدين العزمة على أن يبقى الأردن أنموذجا للإنجاز والأمن والأمان تفاصيل أوفى حول هذه المناسبة الوطنية الغالية في التقرير التالي تحتفل الأسرة الأردنية الواحدة هذه الأيام بالعيد الستين لميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني حيث يمضي الأردن بقيادة جلالته قدما في مسيرة الإصلاح والبناء والإنجاز وعند مولد جلالته في الثلاثين من شهر كانون ثاني من عام 1962 خاطب المغفور له الملك الحسين بن طلال الشعب الأردني قائلا ولسوف يكبر عبدالله ويترعرع في صفوفكم وبين إخوته وأخواته من أبنائكم وبناتكم وحين يشتد به العود ويقوى له الساعد سيذكر ذلك اللقاء الخالد الذي لقي به كل واحد منكم بشرى مولده وسيذكر تلك البهجة العميقة التي شاءت محبتكم ووفاءكم إلا أن تفجر أنهارها في كل قلب من قلوبكم وعندها سيعرف عبدالله كيف يكون كأبيه الخادم المخلص بهذه الأسرة والجندي الأمين في جيش العروبة والإسلام وكان قد نودي بجلالة الملك عبدالله الثاني ملكا للأردن بعد وفاة والده في السابع من شهر شباط عام 1999 ليتولى جلالته العهد الرابع للمملكة ومضى الأردن بقيادة جلالته نحو إصلاحات شملت مختلف مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لتجعل من الأردن دولة مؤثرة في العالم ترتكز على ترسيخ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب والتطرف وإرساء مبادئ السلام في المنطقة والعالم وتحقيق العيش المشترك بين أبناء الوطن الواحد وتقديرا لجهود جلالة الملك عبدالله الثاني وسعيه الدؤوب لتعزيز حوار الأديان والسلام في الشرق الأوسط والعالم فقد نال جلالته العام الماضي جائزة مصباح السلام للعام 2019 التي منحتها له الرهبنة الفرنسيسكانية الكاثوليكية في كاتدرائية فرنسيس الأسيزي في إيطاليا وهي جائزة تمنح لشخصيات عالمية تقديرا لجهودهم في تعزيز السلام حيث أكد جلالته خلال حفل التسليم في كتابة اعجاب المعليمي لدينا وإضافي من سيصول كلمة القربي للسلامikedى الأسفل reached out to our global Christian neighbors calling for a new understanding about the values our faith share especially the commandments to love God and love our neighbor and every corner of the world Christians have joined us in an earnest and positive conversation and my friends the principles of coexistence at Interfaith Hami are deeply embedded in Jordan's heritage our country is home to a historic Christian community all our citizens actively share in building our strong nation and indeed Christians have been part of the Middle East societies for thousands of years and are so vital to the future of our region Jordan is part of the Holy Land the five prophets of great resolve as they are called in the Quran prophets of Judaism, Christianity and Islam have all, peace be upon them blessed our land with their presence and I myself have been blessed to help support the restoration of Bethany beyond the Jordan the baptism site of Jesus Christ peace be upon him ويبذل جلالته جهوداً كبيرة باعتباره وصياً وحامياً وراعياً للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس للحفاظ على عروبتها وهويتها العربية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية ودعم وتثبيت سكانها مسلمين ومسيحيين وتعزيز وجودهم في مدينتهم كما تحمل لقاءات جلالته المتواصلة مع العديد من رجال الدين والقيادات الإسلامية والمسيحية تأكيداً واضحاً على دعمه لصمود كنائس الأرض المقدسة ومن هنا يقف الأردنيون جميعاً كما هم على الدوام متمسكين بمبادئهم التاريخية النبيلة حاملين رسالة السلام ومجددين العهد والوفاء للقيادة الهاشمية الحكيمة مؤكدين أن الأردن بقيادة جلالته أصبح أنموذجاً يحتذا به لما يمثله من الوسطية والاعتدال والاتزان حتى غدا محطة إعجاب وتقدير كل دول وشعوب العالم وبهذه المناسبة السعيدة تتقدم أسرة مكتب فضائية نرسات الأردن ممثلة بمديرتهم الدكتورة باسم السمعان وفريق العمل بأسمى معاني التهنئة لجلالته نصلي من أجل جلالة الملك عبد الله الثاني بأن يبقى على الدوام حامياً لهذه الأسرة الواحدة الكبيرة دعين العلي القدير أن يحفظه وأن يبقى بلدنا واحة أمن وأمان وأن يرعى حكومتنا وجيشنا وأجهزتنا الأمنية ودائماً معونتنا من عندك يا رب آمين شكراً للمشاهدة